اشتركوا في القناة فعشان هيك الأشخاص طلاب العلم أو اللي بيحبوا علم الفلك وبدهم يسمعوا معلومات يركزوا ورقة وقلم عشان يسجلوا الساعات والأوقات اللي رح يصير فيها الكسوف لأنه فيه تحذيرات من الكسوف والنظر للكسوف رح أشرحها بطريقة علمية رح أحكي بتفاصيل كنت أتمنى أنه يكون فيه جهاز كمبيوتر اللي أقدر أعرض للكه صور زي كل مرة ولكن أنه للأسف الشديد رح يكون بس أنه أرقام وساعات ونسب فعشان هيك بتكوا تركزوا في هذا الموضوع واللي بدوش طبعا هذا الموضوع وبدوش يسمع على علم ولا إلو بعلاقة بالعلم بس بدي يسمع التأثيرات يمشي لشريط لآخر الحلقة ويسمع التأثيرات وبكفيه أما طلاب العلم اللي بدهم يسمعوا علم بالضبط شو هو الكسوف وشو تأثيراته وأثاره علينا إحنا كبشر وشو اللي منحذر منه وشو بعني وهاي الأمور يكمل معنا طبعا بالنسبة للكسوف معروف أنه رح يصير يوم الثلاثاء 25 أكتوبر رح يكون دروته الساعة 11 ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش الكسوف هذا هو كسوف جزئي عادة بالسنة بصير كسوفين وخسوفين بعد مرات بصير ثلاثة باثنين بعد مرات ثلاثة بثلاثة على حسب كل سنة والأوقات اللي رح يصير فيها الكسوف هذا واحد اثنين بالنسبة للكسوف طبعا كل سنة أو كل كسوف بتم التهويل وبتم إرعاب الناس وبتم تخويفهم ومنصل حتى للمعجزات ومنصل لقيام الساعة ومنصل لنزول المسيح ومنصل لظهور المهدي عليه السلام ومنصل لأشياء يعني ما إلها هذا كل سنة مرتين ثلاثة أربعة بصير هذا الموضوع وتأثيراته ستة شهر وتأثيراته سنة يعني كل هذا الكلام كله خرابيط ما إلها أي علاقة بعلم الفلك هاي رد مختصر على الموضوع خلينا نروح احنا هسا عشان نعرف شو العلم وكيف احنا منعرف هذا الخسوف كل سنة احنا إن كان كسوف أو خسوف مننزل حلقة ومنحط صور منشرح وين بالضبط بالنقطة اللي بده يصير فيها وذروته وأي ساعة ببدأ أي ساعة بنتهي وضلاله ومين اللي بشوفه ومين اللي ما بشوفه في الدول المرة هاي لأنه ما فيه جهاز كمبيوتر فرح نشرحه كلاميا بالنسبة لهذا الكسوف رح يكون سهل رؤيته في معظم أوروبا طبعا هو جزئي يعني رح نشرح الآن شو يعني جزئي أو قديش نسبة الجزئي فيه في معظم دول أوروبا شمال شرق إفريقيا غرب وسط آسيا الكسوف دائما في المناطق الغربية بينتقل تدريجيا يعني بيبدأ هو بالمناطق الغربية مثلا بعدين بيبدأ ينتقل تدريجيا باتجاه الشرق بالنسبة للكرة الأرضية هذا الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من أيسلندا تقريبا الساعة 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش رح يبدأ وبعدين رح ينتقل تدريجيا إلى شمال إفريقيا ثم غرب آسيا ليصل دروته ساعة 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبعدها بيبدأ ينتهي تدريجيا الساعة وحدة ودقيقتين ظهرا بتوقيت جرينتش رح تكون النهاية في وسط بحر العرب ورح تكون أعلى نسبة لهذا الكسوف هي في سيبيريا يعني في مناطق من روسيا اللي هي تابعة سيبيريا بنسبة رح تصل ل 86% اللي هي أعلى نسبة في هذا الكسوف ما رح يصل لأعلى من هاي النسبة بالنسبة للدول العربية رح تكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق يعني هي أعلى نسبة رح تكون موجودة هناك بعدين تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية من ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي ورح يكون مرئي بشكل بسيط جدا 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 يعني ما رح ينشاف بالعين المجرد إلا بأجهزة الكشف للكسوف في منطق في الجزائر أما أقصى نسبة الحجب لقرص الشمس وقت ذروته في الدول العربية فزي ما حكينا هي رح تكون في بغداد نسبة الحجب رح تكون 46.3% من قرص الشمس وأقل نسبة حجب رح تكون في الجزائر اللي هي 0.27% يعني يا دوب ما وصلتش 1% أو 0.5% فعشان هيك بنقول إنه بالجزائر ما رح يشوفوه بالعين المجرد بالنسبة لموضوع العين المجرد خلينا نركز على هاي النقطة لأنه هذا الموضوع بالذات وهذا الكسوف تحديدا لازم أحذر من هاي النقطة أنا بحذر من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف لمين ما كان بأي وسيلة كانت لأنه هذا الكسوف تحديدا ممكن يؤدي لتلف في العين وخصوصا إنه ممكن يصل لدرجة العمد دائم في بعض الأوقات وهذا التحذير ساري المفعول وقت الكسوف وغيره يعني بمعنى آخر إنه بالأيام العادية النظر للشمس هو مؤدي ولكن وقت الكسوف تحديدا هو بصير الأذية مضاعفة فما بتوجد أشعة خاصة وقت الكسوف اللي نقول والله هاي هيك وهاي هيك إلا إنه الكسوف رح يكون دافع قوي للنظر مباشرة نحو الشمس لأنه أساسا لما تشوف أنت جزء من الشمس في عليها شوية سواد هيك فتلقائيا بدك تتطلع عشان تشوف شو هذا السواد هذا النظر هو ممكن إنه يصيب العين بأضرار متفاوتة ممكن تصل لأقصاها هو العمى وأشعة الشمس يعني هي غير مؤذية وبإمكانك النظر إلها مع شو وهذا يعني هيك إنك تحس إنه هذا الموضوع عادي هذا شعور خاطئ لأنه عدسة العين بتعمل هي مثل العدسة المكبرة يعني لما تسلط عليها أنت ضو الشمس لها بؤرة بتصير في منطقة شبكية العين فممكن إنها أشعتها تتركز على الشبكية وبالتالي بتحرقها وبتعمل تلف فيها ممكن أنت في لحظات النظر للشمس ما تحسش في هذا الموضوع ممكن في لحظات نظرك للكسوف في أوقته ساعة ساعتين ما تحسش بهذا الأمور ولكن بعد ساعات بتبلش تشعر أنه فيه إشي صار مش طبيعي بالعين عندك عشان هيك النظر لوقت الكسوف على الشمس هذا شيء خطر جدا فالعدسة إذا بتحطها على ورقة بتحرقها فما بالك أنت لما تحطها الشبكية وهي جزء خفيف وشفاف وحساس جدا فش بدك تسوي فيها فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان أنه في ساحات الذروة اللي رح أذكرها طبعا إنكوا ما تتطلعوا على الشمس نهائيا ويفضل عشان اللي بيقدر إنه يحتجب في بيته أو في مكتبه أو في مكان عمله يكون أفضل يعني عساس أنه يبعد عن اللي هي حب الفضول للنظر كمان بالنسبة للأشخاص اللي بيقولك لا إحنا بدنا نتفرج عليه باستخدام المرشحات السائد اعتقادها اللي هي الآمنة اللي هي بيقولك صورة أشعة أشعة تاعة العظام اللي هي زي النيجاتيف هذا اللي بيحطوه على العين له تبع الأفلام هذا كل ياته ما بيعني أنه أنت تنظر للشمس بوقت الكسوف حتى النظرات الشمسية ما بتساعدك في هذا الموضوع لازم المرشح هذا يكون يحتوي على طبقة من الألمنيوم والكروم والفضة عشان يمنع الأشعة تحت الحمراء من الوصول لعينك ومن المرشحات الآمنة اللي ممكن أنت تستخدمها وقت الكسوف عشان تشوفها استخدام نظرات شمسية خاصة لرصد الكسوف هاي عادة بالجمعيات في أي دولة في العالم في جمعيات فلكية عندهم هاي النظرات هم بوزعوها للمهتمين للمصورين للأشخاص اللي بدهم يراقبوا هذا الأمر بعطوهم هاي المرشحات إذا أنت ما عندك هذا الموضوع وسهل عليك تروح على محل من الببيع مواد بنا بتلاقي عندهم قطع زجاج هاي بيستخدموها لتلحيم الحديد اللي بيلحموا الحديد فيه في بعض فبتلاقيهم بحطوا عدسة على العين لونها أسود هاي اللي بتلحم الحديد ممكن من خلالها تنظر أنت للكسوف ولكن شرط أنه يكون درجتها 12 أو 14 يعني رقم العدسة أو رقم الزجاج والتضليل تبعه يكون بهذه السماكة يعني أسود داكن جدا غير هيك ما بنصح أي واحد أنه ينظر للشمس بيعينه المجردة أو بأشعة أو بإيش يقولك لا لا ما هي أنا بس بدأ رفع عيني أشوفه أنزل تحاولش تغامر في هذا الموضوع طيب بالنسبة لمواعيد الكسوف اللي رح تصير في عواصم الدول العربية رح أحكيها طبعا رح نحكي العاصمة للدولة ورح أحكي ما رح أحكي يعني أشرح لكم بالتفصيل كل إشي بدي أعطيكم المختصر فمثلا كسوف الشمس في بغداد العراق نسبة الكسوف رح تكون 46.3% بداية الكسوف رح يبدأ الساعة وحدة وصد دقائق ظهرم بتوقيت بغداد طبعا كل الأوقات هسه أبدأ أذكرها بأسماء العواصم العربية ذروة الكسوف رح تكون الساعة 22.23 دقيقة بعد الظهر نهاية الكسوف بتكون الساعة 33.35 دقيقة ظهرا أما بالنسبة للسعودية الرياض نسبة الكسوف رح تكون هي 33.7% بداية الكسوف في الرياضة رح تكون الساعة وحدة ونص ظهرا ذروة الكسوف رح تكون الساعة 42.42 دقيقة ظهرا نهاية الكسوف رح تكون الساعة 3.47 دقيقة ظهرا أما بالنسبة لعمان الأردن فنسبة الكسوف في الشمس بتكون في عمان 34.8% يعني تقريبا 35 بداية الكسوف بتكون الساعة 12.59 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 2.13 دقيقة ظهرا نهاية الكسوف بتكون ساعة 23.23 دقيقة ظهرا أما بالنسبة للإمارات فنخذها على أبوظبي أبوظبي نسبة الكسوف رح تكون 37.18% بداية الكسوف رح تكون الساعة 2.42 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف رح تكون الساعة 3.51 دقيقة عصرا نهاية الكسوف رح تكون الساعة 54.54 دقيقة عصرا أما بالنسبة للكسوف في الكويت في العاصم الكويت رح يكون الكسوف 42% طبعا بداية رح تكون الساعة 21 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف الساعة 22.35 دقيقة ظهرا نهاية الكسوف رح تكون الساعة 43.44 دقيقة ظهرا أما بالنسبة للمنام البحرين فهي بتكون نسبته 38.88% يعني 39% بداية الكسوف بتكون الساعة 31.32 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 42.44 دقيقة ظهرا نهاية الكسوف بتكون الساعة 53.50 دقيقة ظهرا أما بالنسبة للكسوف في قطر الدوحة فبتكون نسبة الكسوف 37.6% بداية الكسوف بتكون الساعة 31.35 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 42.47 دقيقة ظهرا نهاية الكسوف بتكون الساعة 53.52 دقيقة عصرا أما بالنسبة للمسقط عمان بنسبة الكسوف بتكون 36.49% بداية الكسوف بتكون الساعة 52.50 دقيقة ظهرا بتوقيت عمان ذروة الكسوف بتكون الساعة 53.57 عصرا نهاية الكسوف بتكون الساعة 54.58 دقيقة مساء أو عصرا بالنسبة للكسوف في دمشق سوريا نسبة الكسوف بتكون 37.62% بداية الكسوف بتكون الساعة 12.56 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 2.11 بعد الظهر نهاية الكسوف بتكون الساعة 23.22 دقيقة عصرا أما بالنسبة للكسوف في بيروت لبنان فبتكون نسبة الكسوف في بيروت 37.17 بداية الكسوف بتكون الساعة 12.54 ظهرا بتوقيت بيروت أما ذروة الكسوف فبتكون الساعة 2.9 دقائق ظهرا نهاية الكسوف بتكون الساعة 23.23 دقيقة تقريبا عصرا أما بالنسبة للكسوف في القدس فلسطين نسبة كسوف الشمس رح تكون 33.67% بداية الكسوف بتكون الساعة 12.58 ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 2.12 دقيقة بعد الظهر نهاية الكسوف بتكون الساعة 23.22 تقريبا عصرا أما بالنسبة لكسوف الشمس في القاهرة مصر نسبة الكسوف بتكون 25.73% أما بداية الكسوف فبتكون الساعة 12 ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 1.9 دقائق ظهرا أما بالنسبة لنهاية الكسوف فبتكون الساعة 2.6 دقائق بعد الظهر لا ينتهي الكسوف أما بالنسبة لكسوف الشمس في صنعاء اليمن نسبة الكسوف بتكون 14.63% أما بداية الكسوف فبتكون الساعة 1.58 دقيقة بعد الظهر ذروة الكسوف بتكون الساعة 2.55 بعد الظهر أما نهاية الكسوف فبتكون الساعة 3.47 دقيقة عصرا بالنسبة لكسوف الشمس في العاصمة تونس نسبة الكسوف كسوف الشمس بتكون 6.13% بداية الكسوف بتكون الساعة 10.41 دقيقة صباحا بالنسبة لدروة الكسوف بتكون الساعة 11.24 دقيقة صباحا نهاية الكسوف بتكون الساعة 12.8 دقائق ظهرا أما بالنسبة لكسوف الشمس في العاصمة الجزائر فنسبة الكسوف بتكون للشمس اللي هي زي ما حكينا 0.27 يعني ما بتوصل لنص بالمية ولكن بداية الكسوف بتكون الساعة 10.57 صباحا ذروته بتكون الساعة 11.13 دقيقة صباحا بانتهي الكسوف الساعة 11.29 صباحا أما كسوف الشمس في العاصمة طرابلوس ليبيا بتكون نسبة الكسوف للشمس في طرابلوس 5.3% أما بداية الكسوف بتكون الساعة 11.52 صباحا أما ذروة الكسوف بتكون الساعة 12.34 دهرا نهاية الكسوف بتكون الساعة 11.17 ظهرا أما بالنسبة لكسوف الشمس في العاصمة الجبوتي فنسبة الكسوف بتكون 7.59% بداية الكسوف بتكون الساعة 2.13 دقيقة بعد الظهر ذروة الكسوف بتكون الساعة 3 قبل العصر بقليل أما نهاية الكسوف فبتكون الساعة 43.43 دقيقة بعد العصر أما كسوف الشمس في الخرطوم السودان نسبة كسوف الشمس بتكون في الخرطوم 6.6% نسبة كسوف الشمس أو بداية كسوف الشمس بتكون الساعة 12.52 دقيقة ظهرا ذروة الكسوف بتكون الساعة 1.38 دقيقة بعد الظهر نهاية الكسوف بتكون الساعة 22.22 بعد الظهر أما الدول اللي ما رح يكون فيها يعني إمكانية رؤية الكسوف اللي هي الدول اللي ما ذكرناها المغرب ونواكشة ومقديشو وموروني هدولا ما رح يبان فيهم الكسوف نهائيا ولا بأي نسبة طيب وصلنا الآن لإيش تأثارات الكسوف شو يعني الكسوف يعني شو أقصى شيء ممكن يصير بالكسوف الآن إحنا كل حلقة نعيد نفس الكلمات لأنه هذا إشي ثابت كسوف الشمس وخسوف القمر أمران سلبيا الآن بما أنه فيه كسوف شمس اللي هو يوم 25 اللي هو يوم الثلاثاء معناته في عنا إحنا خسوف القمر كل رح يكون بعد أسبوعين يعني يوم 18 نوفمبر رح يكون في عنا خسوف كل القمر في برج الثور مقابل البرج اللي صار فيه الكسوف دائما هيك بتكون ماشي هاي وحدة فالكسوف والخسوف أمرا سلبيا في هاي الفترة منشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا اللي هي ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد هي هادي على أقصاها إحنا بنحكي هيك ولكن هي فعليا يوم قبل ويوم بعد بنعطي يومين الزيادة ويومين الزيادة عشان نطلع من كل التأثيرات السلبية طبعا هي بتأثر على شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا بنلاحظ أنه الحيوانات والطيور والأسماك كلها هاي بتفقد بوصلتها بصير فيها عندها نوع من أنواع الفوضى ما بتعرف تحدد الاتجاهات بشكل جيد بيصيبها نوع من أنواع البلبلة وعادة هذا الشيء بصير عند الكسوف فيه شيء بصير آخر اللي هو عشان تتأكد من التأثيرات اللي ممكن إنها تصير إنه ما بصير كسوف أو خسوف إلا بصير في حالة عدم استقرار في المناخ يعني بصير في عواصف غبار أمطار أشياء يعني بتقلب الجو بداية التقلب هاي بداية الآثار للكسوف ممكن تصير يوم الاثنين أو يوم الأحد وتنتهي يوم الأربعة أو يوم الخميس مجرد ما بدأت أو انتهت هاي تأثيرات الكسوف اللي إحنا مننبه دائما منها وهاي ذروتها عند وقوع الكسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن أي التزام أو الامتناع عن شراء حاجية ثمينة مهما كانت ممكن نصبح أكثر عرضة للتعب أو للمرض لأنه طاقتنا بصير فيها نوع من أنواع البلبلة ومنعرفش إيش السبب عشان هيك حاول من حاول نقنع الجميع في فترة الكسوف قبله بثلاث أيام بعده بثلاث أيام ويوم ذروته تحديدا نمتنى عن إجراء عمليات جراحية الحذر أكثر برضو من الأدوات الحادة والكحول لأنه إحنا بأساس يعني ما فيش عنا تركيز فنشتغل بالأدوات الحادة عشان نجرحنا أو نتعاطى كحوليات ومسكنات ومهدئات أو مخدرات على أساس أنه نفقد السيطرة بزيادة كمان فهذه الشغلات ما مننصح فيها فترة الكسوف غير مناسبة إلى المنافسات اللي إلها علاقة بالمباريات الرياضية وزي ما حكينا أنه هاي كل هالتأثيرات بتزول تأثيراتها بعد مرور ثلاث أيام من وقوعها لأنه ذكرت أنا في حلقة سابقة أنه غير منطقي يعني أنا والله الكسوف صار اليوم بدي أستنى كمان بدي أثر عليه كمان ست شهور ليصير الكسوف اللي وراء وست شهور ليصير الكسوف اللي وراء وست شهور ليصير وبعدين يعني حياتنا إحنا بس بتأثيرات الكسوف طيب ماشي هاي الكسوف بعد أسبوعين في عندي خسوف أنا اللي بدي أثر عليه مدة ست شهور ولا همي هذا بيأثر ست شهور وهذاك بعدين بتركب عليه وبكمل كمان ست شهور ما بتركب القاعدة وشرحنا إنه هذا الكسوف رح يكون في أول درجات برج العقرب طيب لما ينتقل للقاوس وين راح وين تأثيراته شو اللي صار وله شحنه وراح عادي الشاحن تبعنا عطلان أساسا طيب إيش تأثيرات الكسوف على الأبراج جميعها وإيش اللي يحذروا منها في خلال فترة هاي الست أيام أو السبع أيام خلينا نقول أو الخمس أيام اللي أنتو بدكويا الحاضر راح يتركزوا عليه على النقاط التالية بشكل مختصر بالنسبة لموليد برج الحمل بدهم يحذروا في شراكاتهم المالية لأنه هذا البيت الثامن أي شيء له علاقة بالمغامرات المالية المجازفات المالية البورصة الأسهم أنك تقرض ناس ديون فلوس أو تحاول أنك والله بدك تجازف شفت أسعار البورصة وبدك تدخل بمغامرات لا تغامر نهائيا في هاي الفترة بأي شيء له علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها إن كان ضريبة تأمين بنك أقصاط معل الزوج الزوجة ميراث أشياء من هذا القبيل اللي ابعد عنها تماما بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا بتركز على الشراك لأنه هذا مقابلهم تماما فبتركز على الشراك المالية والعاطفية يحاولوا قدر الإمكان يبعدوا عن المشاكل ما بينهم وبين شركاهم ممكن تصيرها في هاي الفترة سوء تفاهم أو مشاحنات أو غضب تكبر المشاكل وممكن يصلوا لمرحلة إنه ما يجدوا حلول لإلها فعشان يكضبط الأعصاب مطلوب ابعدوا عن الخلافات نهائيا بالفترة هاي اضبطوا أعصابكم حاولوا إنكم تدخلوا بأي نقاشات حادة مهما كانت مع الشركاء أو مع غيرهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا التركيز رح يكون على علاقاتهم مع زملائهم في العمل على الأمور العلاقة بالعمل تركيز على إتمام أعمالهم بدهم ينتبهوا بشكل كامل لأن الأخطاء بتكثر بهاي الفترة أو التغيب عن العمل بكثر في هاي الفترة وبدهم ينتبهوا لصحتهم ممكن إنه بعض موليد الجوزاء يترك عمله أو حتى يصير في بعض المشاكل بإتمام بعض الأعمال فيضطر يعمل أوقات إضافية أو يتعرض لبعض الإصابات في مكان العمل وينتبهوا لصحتهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بيركز خلال الأيام هاي على علاقاتهم مع أحباهم لا سيما مع أولادهم لا سيما مع أحبة مع أحد الوالدين أحبة يعتبروا ما يبلغوا بحضوظهم ولا بتجربة الحظ ولا بالهوايات ولا بالمنافسات ولا بالتحديات الفترة هاي ما بتنفع لهاي الأمور نهائيا ضبط الأعصاب مطلوب ابعدوا عن المشاحنات وما تعتمدوا على الحضوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد الضغط كله رح يكون على البيت على العائلة على الأمور العقارية على أعطال منزلية الستات اللي بتشتغل في البيوت أو الرجال اللي بيشتغلوا في الآلات الحادة بدهم ينتبهوا من الجروح من الإصابات أثناء العمل بالآلات الحادة وبرضو بعض الأعطال ممكن تصير في البيوت عطل أجهزة كهربائية إلكترونية أشياء من هذا القبيل أو مشاحنات ومشاكل فعشان هيك ابعدوا عن هذا الموضوع أو المشاحنات والسلبيات وحاولوا أنكم ما تشتروا أشياء ثمينة حتى من أجهزة أو أثاث أو كهربائيات منزلية بالنسبة لموليد برج العذرة بدهم يحذروا كل الحذر في أمور إلها علاقة بالسفر داخل المدن أثناء تنقلاتهم قيادتهم للسيارة في علاقاتهم مع الإخوة مع الجيران في الأمور الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية بدهم ينتبهوا اللي عندهم امتحانات أو عندهم مقابلات بما يعتمدوا على الحضوض وبدهم يركزوا بشكل جيد لأنه بصير فوضى عندهم بالحدس وسرعة البديهة بالفترة هاي فممكن بديهدتهم أو حدسهم يخونهم فما تزبط معهم الأمور فبدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض وينتبهوا أثناء حركتهم أما بالنسبة لأمواليد برج الميزان بدهم يحذروا في أي خطوة مالية وبدهم يحذروا على أموالهم من السرقة أو الضياع أو فقدان حاجيات لإلهم أو أشياء بتهمهم حاولوا أنكم ما تضمنوا حد ما تكفلوا حد مالياً بالفترة هاي وما تغامروا ما تجازفوا بالأمور المالية ما تقول والله هذا شيء مربح بدي أدخل فيه بس أجرب حظي لا لا هنا أنت بتغامر في وقت غير مناسب تماماً لهاي الأمور أما بالنسبة لموليد برج العقرب فبدهم يحافظوا على مصالحهم بدهم يحذروا من أي خطوة جديدة بدكوا تحافظوا على هدوءكم نفسيتكم تقلبات المزاج ردات الفعل خلوا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة حاولوا أنكم ما تبدأوا بأي شيء جديد مهما كان خل تمم الأعمال الموجودة بين إيديك أهمش أنك تسيطر على انفعالاتك وتضبط تقلبات مزاج عواطفك في الفترة هاي أما بالنسبة لموليد برج القاوس وانا بدهم يحذروا من المؤامرات اللي تحاك ضدهم بالخفاء في الأيام هاي طبعاً مش بمعنى بخوف يعني ولكن حد بيستغيبك حد بتأمر عليك في العمل وحد بضربك إسفين هيك فتاشة عشان يقرب عليك علاقتك مع رؤساك بالعمل بتتصرب معلومات من عملك وحد بقولك يعني بانتحل شخصيتك أو بأخذ تعبك وبطلع على كتافك فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي كل هالأمور حاولوا أنكم ما تفشوا بأسراركم لأحد حاولوا أنكم ما تفضفضوا بالفترة هاي لأحد لأنه ممكن هذا الشيء كله ينعكس ضدك وبرضو لا تدخلوا أماكن مجهولة ما بتعرفوا حد فيها أما بالنسبة لموليد برج الجدي هنا التركيز كله يصير على العلاقات الاجتماعية فممكن يصير بعض المشاكل اللي إلها علاقة مع أصدقائكم أو من خلال مناسبة اجتماعية أثناء دعوة لحفلة أو مناسبة تخسر بعض الأصدقاء سوء تفاهم وتحاول تتحكم في أصدقائك ابعد عن أي شيء إلو علاقة بمشاكل بعلاقاتك الاجتماعية أو بمعارفك أو بأصدقائك بهذه الفترة وبرضو لا تركن عليهم يعني بمعنى آخر تعتمد عليهم أنهم يساعدوك في مسألة ما ما أحد رح يساعدك أما بالنسبة لموليد برج الدلو بدهم يحذروا في علاقاتهم مع المسؤولين علاقاتهم بالعمل بدهم يحافظوا على سمعتهم لأنه هذا بيت السمعة هنا بتتركز الأمور كلها علاقة بمشاكل بالعمل ممكن ما تنجز أعمالك ممكن يصير مشكلة بينك وبين مديرك في العمل حاول قدر الإمكان ما تشوه سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تخلف القوانين بالفترة هاي يعني بمعنى آخر بدك تمشي الحيط الحيط وتقول يا رب الستر لأنه ما في مجال المغامرات في خلال فترة هذا الأسبوع أما بالنسبة لموليد برج الحوت هنا موليد برج الحوت بدهم يحذروا على الطرقات خاصة في السفر البعيد يعني اللي بيسافروا من بلد لبلد أو بيسافروا بالطيارة أو بيسافروا بالأمور هاي بدهم يحذروا يتفقدوا أمتعتهم أوراقهم وعاملاتهم ممكن يفقدوا أشياء أو ينسوا أشياء ما يأخذوها معاهم برضو اللي عندهم قضايا قضائية في خلال هذا الأسبوع اللي هو اللي فيه الكسوف ينتبهوا لأنه من أو اللي هي الأشياء المكملة للقضية يعني الأوراق والمعاملات وما تغيب عن المحكمة إذا كان عندك جلسة عشان ما تتأخذ الأمور ضدك فعشان هيك انتبه بالأمور هاي واللي عندهم امتحانات جامعية أو مناقشات رسالات بدهم ينتبهوا برضو بهاي الفترة ويركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضود هيك منكون انتهينا من حلقتنا من أخبار فلكية لها علاقة بالخسوف بتمنى أنه يعني حاولت أختصر يعني كل هذا اللي أنا حكيته هذا مختصر يعني ما أسهبت كثير بالموضوع لأنه فيه أشياء كثيرة كان بإمكاننا نحكي فيها وخصوصا بالعلوم بالشرحة فعشان هيك يعني أنه الخسوف الخسوف هم اللي بيحددوا موازين الأشهر وأوقات الأشهر والشغلات زي هيك بنحسبها بدقة وترجع لهاي وشو علاقة القمر الأسود الوهمي في الموضوع وهاي كلها بعدين ان شاء الله نشرحها في حلقات قادمة ولكن اللي حكيناه هو زبدة الموضوع ان شاء الله أكون وفقت في هذا الأمر وعطيتكو صافي مفهوم صحيح رغيت كثير ولكن تعدروني حلقة علمية ما بقدر أختصر منها بعض المعلومات هيك بنكون انتهينا من هذه الحلقة والله أعلم في النهاية كل شيء بيد الله عز وجل نحن لا نعلم الغيب نحن عنا أعلم نوقد الأشياء بعلميتها في النهاية منقول يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء